انطلقت اليوم بمراكش أشغال الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي ويرأس هذا الاجتماع ذو الطابع الإقليمي على مستوى وزراء الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ويحضر هذا الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرجي رافروف والأمينة العامة المساعد للجامعات العربية حسن زكي والوفودة الوزارية للدول العربية المشاركة وجرى اختيار المغرب لاحتضان هذه النسخة من المنتدى خلال الدورة المنصرمة التي انعقدت في أبريل بموسكو عام 19 و2000 وتم الاتفاق على عقد هذه الدورة على شكل ترويكا موسعة تتكون من الأمين العام للجامعة العربية والأعضاء الثلاثة في ترويكا الوزارية العربية وكذا رئاسة القمة العربية وتبحث هذه النسخة قضايا التعاون بين روسيا والعالم العربي وذلك وفقا للممارسات الجار بها العمل